مساء الخير مشاهدين الكرام مساء الأنوار مساء الانتصارات انتصار بارع عمس انتصار كبير وكبير جدا لأشبال مجيد بوغرة عقب تجاوز عقبة المنتخب المغربي والتأهل للدور النصف نهائي تتواصل تغطياتنا من هنا من قلب الدوحة القطرية من مكان تواجد المنتخب الوطني نذكره أنه أمس بعد المباراة مباشرة تنقلنا إلى مقر تربس المنتخب الوطني هنا في قروند حاية فندق الخضر أين يعسكر المنتخب الوطني رفقة المنتخب التونسي المتواجد في نفس الفندق انتظرنا وكانت الفرحة كبيرة فرحة العناصر الوطنية التي تحدثنا معهم وعلى كل حال منعنا من التصوير بالفيديو لالتزامات طبعا الفيفا وقوانين الفيفا التي تمنع التصوير إلا بتسريح من الفيفا في مركز تواجد المنتخبات الوطنية الحديد كان شيق رفقة مجيد بوغرة هلالعربي السوداني بنجاح أيضا الجميع كان ينتظر في يوسف بالليلي الذي تنقل إلى المستشفى لإجراء بعد التحاليل عقب أنه شعر ب دوران وأيضا تقيأ مباشرة بعد المباراة بعدما تعرض لإصابة كانت في الأول تظهر أنها بسيطة لكن بعد برودة الدم وبعد الاحتفالات الساخبة داخل ملعب التمامة يوسف بالليلي تأثر وشعر ب دوخة كبيرة جعلته قريب يعني يسقط مغمى عليها تنقل مباشرة لمستشفى حمد لإجراء بعض الإسعافات الأولية التي أظهرت أن يوسف بالليلي على أحسن ما يرى في حدود الساعة الرابعة صباحا وعشر دقائق هنا في الدوحة التانية وعشر دقائق بالتوقيت الجزائري تانية صباحا طبعا وصل يوسف بالليلي وكان بخير والحمد لله تحدثنا معه على انفراد وكانت فرحته كبيرة بالهدف الأسطوري الذي سجله والذي يشبه الهدف المسجل في الدوري القطري العناصر الوطنية بعد هذا التأهل كانت جد سعيدة برنامج اليوم برنامج المنتخب الوطني اليوم هو حصة استرخاء في داخل الفندق وكذلك القيام ببعض الإسعافات وبعض التدليك من طرف مدلك المنتخب الوطني من أجل استرجاع القوى وفي حدود الساعة السابعة بتوقيت الدوحة المنتخب الوطني مدعو لحضور وجبة عشاء على شرف المنتخب هنا بين الطاقم الفني اللاعبين والاتحاد ومسؤولين على الاتحاد الوطني الجزائري لكرت القدم هذه الفرحة سيتقسمها الجميع في هذا الحفل الحفل العشاء الذي برمجا صهرت أمس بعد الانتصار اليوم تقريبا حصة تدريبية ستكون خفيفة وبعدها الجميع يتناول كما قلت وجبة عشاء على شرف الجميع بعد هذا الانتصار الباهر في انتظار المباراة الفاصلة مباراة أخرى قوية وقوية جدا أمام المنتخب القطري يوم الأربعاء في نفس الملعب اللي عرف فوز المنتخب الوطني أمام المغرب ملعب التمامة بداية من الساعة العاشرة بتوقيت الدوحة الثامنة مساء بتوقيت الجزائري مباراة قوية وقوية جدا خاصة أنه المنتخب القطري استفاد من يوم راحة إضافي مقارنة بالمنتخب الوطني كما أن المنتخب عاش ربما صهر متعب جدا بما أن المنتخب الوطني لعب 120 دقيقة باش من قولوش 130 دقيقة باحتساب الوقت بدل الضائع في الشوط الأول خمس دقائق والشوط الثاني خمس دقائق إضافة إلى ضربات الترجيح وهذا الأمر كان منهك جدا لرفقاء ياسيم براهيمي خاصة أنه المنتخب القطري ينتظر المنتخب الجزائري في هذا النصف النهائي والجميع يعرف أنه اللعبين الجزائريين اللعبوا في الدور القطري كل من بغداد بنجاح يلعب في السد سيواجه الكثير من زملائه في فريق السد القطري كما أن لاعب أيضا الريان ياسيم براهيمي أيضا سيواجه بعض العناصر لتواجد في المنتخب القطري جمل بالعمري أيضا المنتظر عودت إلى التشكيل بداية من يوم الأربعة بإذن الله ولو أنه التنائي طوغاي وبدران قام بالواجب مجيد بوغرة أمس في الصهرة أو في حدود الساعة الأولى من صباحة اليوم لما تحدثنا معه كان جد جد يعني فرحان لدرجة أنه قال اليوم كله لم أتمكن من الأكل رغم أنني لا أعيش الضغط لما أكون لاعب ولكن عشت هذا الضغط كمدرب البارح بوغرة تناول وجبة العشاء في حدود الساعة الثالثة صباحا تصوروا وقال أنني لم أتمكن من الأكل طيلة اليوم ليس خوفا من المباراة ولكن في طبيعة المدرب دائما يفكر في كل صغيرة وكبيرة من أجل تحقيق التأهل للدور النهائي ولما لا حصد هذه الكأس الغالية الكأس العربية التي هي برعاية الفيفا هذه المرة على كل حال المنتخب الوطني سيواصل تحذيراته بداية من الغد بتدريبات يومية بداية من ساعة السادسة ونصفة قبل أن يواجه المنتخب القطري في دور نصف نهائي هو قمة هذه المباريات خاصة أنه النصف النهائي الآخر أيضا هو قمة عربية إفريقية لأنها تجمع بين المنتخب المصري والمنتخب التونسي كلاسيكي كلاسيكو كبير بين هذين المنتخبين الذي همنا الآن هو منتخب قطر الذي يعرفه جيدا مجيد بوغرة ويعرفه أيضا جمال بالماضي جمال بالماضي الذي سبق له تدريب هذا المنتخب ويعرف الكثير من العناصر في المنتخب القطري ممكن بالتأكيد سيعطي بعض النصائح لمجيد بوغرة قبل هذا النصف نهائي الذي ينتظره الجميع من الدوحة القطرية لقناة الهدف رضوان بوحانيكا يحييكم سنلتقي في مرسلات قادمة بإذن الله